فترة كارلوس كيروش كارلوس كيروش هو اللي ضمك لأول مرة منتخب مصر وفي أول مباراة بالفعل سجلت هدف والناس أشادت بيك جداً تقييمك إيه ولي فترتها كارلوس كيروش مع منتخب مصر وهل كنت بتفضل استمراره ولا كنت شايف إنه هو خلاص كده فعلنا يعني عمل اللي يقدر يعمله يعني مش أنا مش مش شغلتي إن أنا قيم أداؤه أنا قدر أقوله على مستوى الشخصي كعمر إنه هو جابني المنتخب دي حاجة كبيرة أوي بالنسبالي قداني فور سيتي قداني السيقة إن أنا أجلع في المنتخب مصر بصفة أساسية كمان فطبعاً لازم أشكره على الموضوع ده وكمان شوفنا إنه هو جايب كذا لعيب تاني يعني كان فيه لعيبة في الدوري المصري ما كانش كل الناس ببص عليها وجموا ولعبوا وشاركوا وكان شكلهم كويس جداً فطبعاً دي بتبين إنه هو عمل حاجة للمنتخب وفي وقتها وصلنا لنهاية كاس أفريقية ونهاية تصويق كاس العالم فتقريباً يعني أي حد هيشوفها هيقدر يقول يعني لو عمل شغل كويس ولا لا هو في أمم إفريقيا إحنا لعيب دربات جزاء أكتر من مرات مرتين أو ثلاث مرات أعطى هل فعلاً كان فيه لعيبة في وقت ضربات الجزاء بتقول إنه ولا أنا مش هقدر أشوت أو مش عايز أشوت فاضطر ناس تانية إنها تخشت شوت قبلها ما كانتش تبقى كده كل واحد عارف نفسه وعارف هو تعبان ولا مش تعبان وهيجيب الجندة ولا لا أو هيجيب دربة الجزاء دي ولا لا فكان دايماً بيبقى فيه أربع خمس لعيبة أول لما نخش في مرحلة ضربات الجزاء إنهم بيطلع يقولوا أنا دلوقتي حاس أن أنا كويس أنا أخش أشوت فيه اللي بييجي يقول أنا مش حاسس أن أنا قادر أو أن أنا تعبان من الموتش فالأحسن إن حد تاني يشوت طبعاً إن حد يشوت دربة الجزاء محدش يعني الحمد لله ما عندناش حد بيخاف فلو حد لازم يشوت هيخش يشوت بس التبع هي حاجة يعني إحساس بس في المرحة انتقلتم بشدة بسبب الأداء الدفاعي خلال أمم إفريقيا لكن هل الجيل الحالي كان قادر إن هو يقدم كورة هجومية أكتر من كده لو كان التعليمات الفنية اللي جاي لكم بتتقدمه أكتر ولا هو فعلاً دي الطريقة الأنسب لإمكانات اللعبين حانياً لا معرفش بصراحة يعني أنا مش مدير فني بس على الأقل المستوى شخصي أنت ممكن يعني أنت متقيد بتعليمات فنية أنت ما تتقدمش أكتر من كده مثلاً ما يبقى ليك واجبات دفاعية أكتر من الهجومية ولا إيه؟ لا وأنت بتبقى واخد تعليمات من مدارب بتنزل تنفذها طبعاً بيجي لك أوقات في الموتش أنك لازم تتنفذ من دماغك إحنا عندنا الإمكانيات في المنتخب بتاعنا نحن نلعب كرة كويسة جداً إن شاء الله في فترة الجاية نقوم ثاني ونبتدي من أول وجديد ونشتغل نحقي حاجة كويسة طيب مع منتخب مصر أنت تمرنت لحد الآن تحت قيادة كارلوس كيروش وكابتن إيهاب جلال أنهي طريقة كانت مناسبة أكتر لإمكانياتك أنت في كل أحوال التلوقع تنزل تأدي التعليمات المناسبة للمدفاري إنما أنت أنهي كتب رايحك أكتر في الملعب لعبنا مع كيروش 8 أو 9 موتشات كابتن إيهاب جلال لعبنا معه موتشين فما الحقناش نتعلم هو عايز مننا إيه بالزبط أو ما الحقناش نشوف هو بيطلب مننا إيه طبعاً لما تبقى مع مدرب تاني لفترة طويلة فتتعلم أكتر بكتير أنا من نوع العيب اللي أنا بحاول أتعلم من كل مدرب حاجة تعلمت من كيروش حاجات كتير تعلمت من كابتن إيهاب برضو حاجات كتير مع إنما كانش موجود فترة طويلة بس يعني مش عارف بالزبط إيه الأحسن بس إحنا أدينا بشكل كويس جداً مع كيروش في الفترة اللي فاتت ووصلنا النهائي وعملنا حاجات كويسة بالنسبة لي أنا مدام بنكسب وكل واحد بنلعب كلنا كفرقة مش مهم بالنسبة لي إيه اللي رايحني أكتر مهم اللي ناسب في الفرقة واللي هيكسبنا في السنغال بمناسبة الحديثة الفترة كيروش تعرضنا لضغط جماهيري قوي وغير معتاد يعني مؤخراً للعبين الموصيين فهل حصل أكتر من اللي شفناه قدام الكاميرات؟ قدام الكاميرات حتى شفنا ليزر في وصلات هتفات؟ عادي بتحصل في الناس كان الكلام كتر قوي على إن الجمهور هو اللي خصارنا على الجمهور هو الخصف فهل ده كان في حاجة ما شوفناهش إحنا؟ الأجواء طبعاً كانت صعبة قوي بس مش الجمهور اللي خصارنا حلازم نبص على نفسنا ونشوف إحنا عملنا إيه كويس وعملنا إيه وحش إن إحنا في الأول آخر خصلنا الموتش والجمهور ما منزلش يلعب معنا بس طبعاً الأجواء كانت صعبة كانت صعبة جداً طبعاً والليزر كان دايماً أنت في الملعب حاسس بيه في عينك ومش شايف الكرة كويس بالذات وضربات الجزائق أنا ما شدتش بس من اللي أنا كنت شايفه بس دي كلها حاجات من نتعلم منها إن إحنا قدام لما نروح بلد في أفريقيا راحين نلعب موتش مهم زي ده إنك تكون مجاهز نفسك زهنية إنك رايح تشوف حاجات زي دي فتنزل وإن إحنا شفناها قبل كده حاجة تساعدنا جداً طبعاً قدام وبالذات إن إحنا خسرنا الموتش في موتشنا هنا اللي كان في القاهرة الجمهور كان مالي للإستاد ولكن بعض شاف إن التشجيع ما كانش قوي قوي شاف إن كاننا مقصرين شوية في تشجيع المنتخب في الموتش اللي هنا أنا كان بالنسبة لي كان أحساس مش طويع إن أنا أبقى في إستاد القاهرة إن أنا كنت دايماً بروح أتفرج على الموتشات فيه اللعبت فيه قبل كده بس هوني اللعبت فيه هو مليان أول لما نزلنا طبعاً أول عشرة داقة تل ساعة الصوت كان عالي جداً بعد شوية الجمهور هدي شوية كان ممكن يطلع أكتر بس يعني الحمد لله كسبنا الموتش ده وإن إحنا نكسب الموتش ده في إستاد القاهرة برضو حاجة كبيرة بالنسبة لنا وطبعاً منحب نشكر الجمهور كله إن هو جي وتفرج علينا إن الإستاد كان مليان من فوق بعض والناس كانت في المرعب قبل الموتش بأربعة خمس ساعات فدي حاجة كبيرة جداً بالنسبة لنا هي مصر كمنتخب مصر فقدت هيبتها أمام كبار أفريقيا بقينا مثلا بننزل خايفين قدام فرق زي السنغال ونيجيريا ولا يعني إحنا إحنا إيه سبب الأداء الدفاعي شوية اللي بقينا بنلعب به وقدام الفرق اللي زي دي عكس أجيال سابقة يعني نحن ما نخفش من حد نحن منتخب مصر ومنتخب مصر من أجمل المتخبات في العالم في بطولة أفريقيا اللي فاتت لعبنا دد المغرب واللعبنا دد كو التفور والكاميرون وكل ما ترد يكسبناه فده بيوري ان احنا من اجمل منتخابات في العالم وبنخافش من حد وممكن يكون العكس ممكن يكون الناس اللي بتخاف مننا بالذات ان احنا معانا محمد صراح معانا في فرقة من احسن العيب في العالم وبنحاول برضه في فترة اللي جاي ان احنا نسترجع الروح وننزل الملعب كفرقة ونبقى منتخب مصر بتاع زمان اللي هو بيكسب اي حد الجيل الحالي نقصه ايه يعني كل ما بقى كل اخفاق بيبقى الترند معروف كده انه هو انزل باي ملخص ماتش ماصر البرازيل 2009 الجيل الحالي نقصه ايه علشان نلعب ماتش تاني زي ماتش ماصر البرازيل 2009 انا شايف ان الجيل فيه افراد كويسة جدا واللعيبة كلها كويسة جدا عندهم امكانيات عالية احنا بس محتاجين شوية وقت ان احنا نتعود على بعض بالذات ان احنا فيه لعيبة صغيرة كتير وانا واحد من ضمنهم في المنتخب حاليا ان احنا نكتسب الخبرات ونلعب قدام الجمهور كبير ونتعود على الاجواء دي ان احنا لما قدام لما ننافس ونلعب بطولات كبيرة نكون جاهزين وطريقة الوحيدة هي الوقت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة